من باب التفريع على القاعدة الأولى قال ما تغير بنجاسة أو لاقاها في غيره وهو يسير انظر هذه الصورة الثانية من النجاسات إذن النجس نوعان النجس الأول قال ما تغير بنجس النوع الثاني ما لاق النجاسة سواء كان هو الذي لاقاها أو لاقته النجاسة لا فرق على التحقيق عند المتأخرين لا فرق بين الصورتين يعني أنت حطيتها على النجاسة يعني كببته على النجاسة أو النجاسة هي التي عرضت عليه يعني في هذا الماء فنقول إذا كان الماء يسيرا بمعنى أنه أقل من قلتين وجاءته نجاسة غيرته أو لم تغيره فإنه يكون نجسا إفهم هذه الجملة سأرجع لكم الآن بعد قليل تقسيم الآن إفهم هذه الجملة وسأعطيكم تقسيم يحلك إشكال كبير في المذهب فهمتوا هذه المسألة إذن إذا كان تغيرته النجاسة كثيرا أو قليلا فهو نجس إذا كان قليلا أي دون القلتين فأتت فلاقتها النجاسة في غير محل التطهير فإنه نجس تغير أو لم يتغير ترجمة نانسي قنقر